بعد غياب رئيس الحكومة الهراقية عادل عبد المهدي عن جلسة البرلمان قلص المجلس جدول أعماله ليقتصر على مناقشة بعض القوانين وكان من المقرر أن يستوضح البرلمان عبد المهدي بشأن موقف الحكومة من الوجود الأمريكي في البلاد الكتل السياسية هي منقسمة على نفسها في هذا الجانب وليس هناك اتفاق بين الكتل السياسية ولم تتوصل إلى اتفاق وانطلق من هذه الحقيقة اعتقد أن رئيس الحكومة لم يحضر إلى مجلس النواب لم تكن هذه المرة الأولى التي تطالب فيها كتل سياسية برلمانية بيان موقف الحكومة بخروج أو تقويم القوات الأمريكية الموجودة على الأراضي العراقية فقد كررت تلك المحاولة ثلاث مرات ولم تنجح في سماع رد واضح من الحكومة حول الأمر يرى البعض أن الكتل والأحزاب السياسية العراقية غير جادة في اتخاذ قرار بشأن بقاء أو خروج القوات الأمريكية القتالية من العراق وأن مناقشة هذا الأمر مع رئاسة الحكومة هو مجرد بالون اختبار للشارع العراقي لمعرفة ردة فعله بالنسبة للقرارات التي تتخذها هذه الكتل لكن الأوساط الشعبية ترى الأمر بأنه مجرد تصريحات سياسية لن تطبق على أرض الوقع وأنها فقدت الثقة بالأحزاب والكتل البرلمانية ككل هم يكسبون ود الشارع العراقي خلف الكواليس قدام المواطني يقول لهم نريد أن نخرج القوات الأمريكية من العراق ومن يصير اجتماعات بينهم تصويت سري كلها تصويت بقاء القوات الأمريكية بالعراق ويأتي هذا الأمر في وقت يتصاعد فيه الجدل حول مستقبل الوجود الأمريكي في البلاد وتوقيت بقائهم من العاصمة العراقية بغداد محمد فاضل الغد